الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين لقد منّى الله سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيرة فنعم الله لا تعد ولا تحصى ومن كثرة نعم الله سبحانه وتعالى علينا قد يغفل الإنسان عن بعض هذه النعم فلا يعرفها ولا يصونها ويكون معرفة النعمة وصونها هو بشكرها ومن أجمل النعم التي منّى الله بها علينا هي نعمة الدعاء أن ندعو الله سبحانه وتعالى وليست العبرة باستجابة الدعاء إنما العبرة أن ندعو الله سبحانه وتعالى فدعاء الله سبحانه وتعالى فضل كبير ومنّ من الله عظيم منّ من الله أن نجد الملازة الآمن الذي يلجأ إليه الإنسان فنلجأ إليه سبحانه وتعالى فنطلب منه حاجتنا ونشكو له آلامنا ومن يحرم الدعاء فقد حرم من خير كثير وفضل من الله عظيم وهذا المعنى ما قاله أحد الصالحين إذ يقول إني لا أخشى أن لا يستجاب دعائي ولكن أخشى أن أحرم الدعاء فمن حرم الدعاء حرم من الفضل الكثير فسبحانه وتعالى يحب أن يناديه عبده ويقول يا رب فالله سبحانه وتعالى يمنّ على العبد إذا رفع إليه يديه فمن حرمه ولم يدعو الله سبحانه وتعالى قد حرم الخير وهذا المعنى نستشفه من قوله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم فمن لم يدعو الله سبحانه وتعالى يحرم من الفضل العظيم والمن من الله الكبير فإن الله سبحانه وتعالى إذا كره عبد أو كره عبادته يحرمه من هذه العبادة ويحرمه من الدعاء فنعمة كبيرة أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويكفي العبد نعمة أن يدخل تحت قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب تعوة الداعي فعليك أخي في الله أن تسعى إلى الدعاء وأن تسعى إلى طلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى فهو الملاز الآمن وهو من يجيب دعاءك فسارع بالدعاء ولا تحرم نفسك من الخير العظيم والفضل الكبير الذي يمن به سبحانه وتعالى عليك فلا تتكاسل عن الدعاء ولا يقص قلبك وصق تماما في الله سبحانه وتعالى أنه قريب إليك ومجيب دعاءك فيكفي أن تدعوه وتتضرع إليه وتتزلل إليه واحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى واعلم أن الله مجيب الدعاء فإذا عرفت هذه النعمة فالزم وعليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى أن تفضل عليك بهذه النعمة هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا ويجعلنا من المقبولين سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر